بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي مع فيديو اديد من الفيديوهات مادة اي سي تي جريت فايف ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض لسون سكس بعنوان يوزنج اي سي تي فور كونتينت كرياشن قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل ساحب. اليوتيوب منع الكومنتس على الفيديوهات وصلنا في القناة انها مخصصة للاطفال فعملتلكم لينك للتعليقات نضغط عليه ونكتب الكومنت او نكتب السؤال وانا هجاوب عليكم على طول. يلا بينا نبدأ درسنا? يلا بينا. في الدرس ده حيكلمني عن مايكروسوفت ايتش. فخلينا نشوف كده بيقول لي يبقى اول حاجة نعرفها ان مايكروسوفت ايتش ده ويب براوزر. اخدنا قبل كده امثلة على البراوزر زي جوجل كروم. واخدنا كمان انترنت والنهاردة بناخد مايكروسوفت ايتش ده برضو على الويب براوزر. او متصفح الانترنت. ولكن مايكروسوفت ايتش ده في ميزة مختلفة عن باقي البراوزر. ايه هي الميزة دي بقى? ان هو مايكروسوفت ويندوز. ده بييجي مع الويندوز. طالما ان الجهاز بتاعك عليه ويندوز فحتلاقي موجود معا مايكروسوفت ايتش. تمام كده? طيب. المايكروسوفت ايتش بقى والبروزر زي بصفا عامة بتساعدني ان انا اعمل ايه? بتساعدني ان انا ابراوز سيرش اندستريم. يعني بتساعدني ان انا ابراوز الانترنت. قتصفح المواقع المختلفة على الانترنت. كمان بتساعدني ان انا اعمل سيرش. وكمان Oder انا اشوف مقاطع الفيديو المختلف. طيب。 تعالوا بقى نشوف اول ميزة في مايكروسوفت ايتش ميزة او فيتشر اسمها كليكشنز. طيب كده من اسمها ان هي مجموعات. او ان هي بتجمع لي حاجات كتيرة في مكان واحد. فمثلا انا لو مطلوب مني ان انا اعمل بحث او معين فعايز اجمع او مصادر بقى عشان اعمل بتاعي ده. فهنا دي بتساعدني ان انا اجمع كل اللي تهمني واللي بتفيدني في البحث بتاعي ده. تجمعهم لكلهم في مكان واحد بنسميه بيقول لي يعني هي بتنظم للبحث بتاعي في مكان واحد. وكمان ممكن ادخل على ده من من اكتر من ايه? من اكتر من جهاز. ممكن الكمبيوتر اللي موجود عندي في البيت. او ممكن من لابتوب تاني. طالما ان انا بدخل بنفس الاكاونت بتاعي. كمان بيقول لي يعني انا لو مطلوب مني اكتر من بروجيكت. او مطلوب مني اكتر من او وعايز اجمع عنهم? خلاص انا ممكن اعمل لكل بروجيكت. بيقول لي طيب في بقى ده انا ممكن اضيف ايه? قالك انت ممكن تضيف اي فيديو يفيدك في البروجيكت بتاعك. كمان ممكن تضيف اميج صور. سواء كانت عبارة عن او طبعا احنا اخدناهم زي مسلا ممكن اضيف ممكن اضيف لبعض المواقع. كمان ممكن اضيف لو في ملحظات معينة عايز اكتبها برضو عشان ما انسهاش ما ما اعمل البروجيكت. لا ممكن اضيف وكمان ممكن اضيف او صفحات ويب كاملة. كمان بيقول لي يعني بعد ما عملت ده وجمعته كله في مكان واحد. انا ممكن اعمل للايه? للكليكتشن. يعني اخرج ده من ماكروسوفت ايتش واخليه موجود في اه فايل اكسل مسلا او اخليه في فايل وورد برضو. ده معنى كلمة اكسبورت. كده احنا دخلنا على مايكروسوفت ايتش. تعالوا بقى نشوف مع بعض لو احنا عايزين نعمل ده او نعمل بعمله ازاي? اول حاجة بضغط على الايكون اه في التول بار بتاع الايكون دي لو انا وقفت عليها كده فبيظهر لي اسمها ان هي اسمها فهي دي الايكون اللي بستخدمها عشان ان انا اعمل جديد. لو ضغطت عليها فبيظهر لي بقى بالشكل ده فهنا انا عايز اعمل جديد واسميه مسلا فهعمل جديد ازاي? الخطوة الاولى ان انا بضغط اما موجودة هنا او موجودة هنا. من اي مكان هيعمل لي فلو جيت مسلا ضغطت هنا فظهر لي هنا كده ايه? وبيقول لي انت ممكن تسميه بقى باسم انت اللي عايزه. فليكن مسلا انا هسميه اي سي تي جريد فايف. تمام? حلوة قوي. خلاص كده انا سميته وخد الاسم بتاعه اللي هو اي سي تي جريد فايف. ده بقى انا بستفيد منه بايه? قلنا من شوية ان انا اقدر ان انا اعمل دراج اسحب اي فيديوز او حتى انتير ويب بيج اقدر ان انا اضيفها هنا. فلو مسلا خلينا نشوف كده جيت دخلت على الصفحة دي اللي هي القناة تهات مستر اسامة يوسف. وفي فيديو معين عجبني وليكن الفيديو ده. فجيت ضغطت عليه كده وشغلته. الفيديو ده بقى اقدر ان انا لو ضغطت على اد كارنت بيش. بيتضف لي الفيديو هنا في الايه? في الكوليكشن. فالصورة دي عجبتني جدا. فانا عايز دلوقتي بقى ان انا اضيفها للكوليكشن بتاعي اضيفها ازاي? بضغط عليها كده. وبعدين اسحبها. خلاص جبتها هنا في الكوليكشن. بعد كده اسيبها فتلاقيها اللي ان هي ايه? نزلت هنا. بيقول لي كمان عشان نبدأ بقى كوليكشن جديد بنعمل ايه? قال لك في او شريط الادوات بتاع اه ماكروسوفت ايتش. هتلاقي في علامة كده زي علامة موجودة فوق دية اللي هي علامة فبنضغط عليها. بيفتح لي اللي هو بالشكل ده. وده طبعا فاضي ما فيش فيه اي حاجة. بعد كده بيقول لي يعني اختار من هنا هتلاقي فوق كده موجود ايه? فاضغط عليها عشان تعمل جديد. مجرد ما تضغط على ديت بيزهر لك كده بيقول لك اكتب او عنوان ده. انت عايز تسميه ايه? طبعا هنسميه باسم اللي احنا بنشتغل عليه عشان يسهل عليا ان انا اوصله بسرعة. طيب خلاص سميته الاسم بعد كده بقى ادخل على الانترنت اسيرش على فيديو اسيرش على صور اسيرش على اي حاجة. لو في فيديو مسلا او فيه او فيه عجبني وعايز اضيفه للكوليكشن هعمل ايه? بيقول لي يعني انت دلوقتي فتح فيديو وشايف ان الفيديو ده ممكن يفيدك هتلاقي في حاجة اسمها هنضغط عليها فهيتضاف الفيديو ده عندك في الكوليكشن وهكذا. كمان بيقول لي انت تقدر ايه? ممكن تعمل دراج او تسحب صورة اه شايفها ان هي مفيدة ليك وتضيفها في بتاعك. كمان برضو ممكن تعمل دراج او لينك تقدر تسحبهم وكمان تضيفهم للايه? للكوليكشن. بيقول لي نوت. انت ممكن تسأل جتاعك لو عايز تعمل دولود لبرنامج معين. عندنا بعد كده مهمة جدا بتفيدني في ايه? في الرايتنج او في عملية الكتابة. لو محتاج ان انا بتاعي وتشيك الجرامر ففيه هنا برضو في مايكروسوفت ايتش بتساعدني في الرايتنج او في الكتابة ان هي تنبهني لو في اخطاء. الفيتشر دي اسمها مايكروسوفت ايديتور. بيستخدم في التحقق من الايه من الاخطاء اللي سبيلنج او اخطاء الايه الجرامر. يعني هو بينبهني للمشاكل الموجودة او للاخطاء بيسلط عليها الضوء بيحطيلي تحتها خط كده عشان اعرف ان الكلمة ديت او الجملة ديت فيها مشكلة. طيب ايه البروبلمز او الاخطاء اللي ممكن بقى تكون موجودة في الكتابة بتاعتي? ممكن يكون فيه في بعض الكلمات في الانجلش لازم تكون بحروف زي اسماء الاشخاص زي اسماء البلاد والمدن وغيرها فدي كلها اه لو انا كتبت حاجة منهم بخط اسمون فهنا بيحطيلي تحتها خط ان الكلمة كده بالشكل ده خطأ ولازم تتكتب بحروف كبد. يبقى من ضمن الاخطاء اللي هو بينبهني لها كمان او الجمل المتقطعة لو في عندي جملة فيها اخطاء تحس ان هي كده نقصة او متقطعة او جملة مش كاملة فبرضو بينبهني ليها? كمان لو في عندي كلمات بتكون غير صحيحة او في عندي كلمات بتكون مش موجودة تحس ان في كلمة كده نقصة او في اللي هي علامات الترقيم اللي هي مسلا في او السؤال لازم يكون في او علامة استفهام في النهاية. الجملة العادية لازم نحط النقطة في النهاية. فدي كلها اسمها بعد كده بيقول لي حاجة مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منه. هل مايكروسوفت ايدوتور بيصحح للاخطاء? هو موش بيصحح الاخطاء. انا اليوزر هو اللي بيصحح الاخطاء. ولكن هو بيعمل لي بيحط لي خط تحته وكمان بيقدمني او بيقدم لي اقتراحات. يقترح علي ان الكلمة دي غلط وممكن الصح بتاعها هيكون كذا. فبيقول لي هنا هوت ان الماكروسوفت ايدوتور. it makes a suggestion to correct each error. هو بيقدم لك اقتراحات لتصحيح كل خطأ بيقابل. كمان you decide حضرتك بقى انت اللي بتكرر whether to accept or ignore each suggestion. يعني انت اللي بتقرر ان انت تقبل الاقتراح ده او ان انت ايه تتجاهل. كمان بيقول لي other tools or refinement such as and vocabulary are also available. كمان المايكروسوفت ايدوتور بيقدم لي بقى tools او refinement محسنات. ان هو بيحسن لي الكلمة او الجملة اللي انا كاتبها بحيث يكون بشكل professional وبشكل ايه بشكل افضل. طيب ازاي استخدم بقى المايكروسوفت ايدوتور? فبيقول لي select the editor icon in word toolbar or in the browser. المايكروسوفت ايدوتور ده بيكون موجود زي ما قلنا في مايكروسوفت ايتش. وكمان بيكون موجود في مايكروسوفت وورد. لان احنا عارفين ان المايكروسوفت وورد ده برنامج مخصص للكتابة. فهنا آآ بيكون موجود في مايكروسوفت وورد عشان يساعدني في تصحيح وتحسين الكتابة بتاعتي. فعشان استخدمه بقى فبيقول لي اختار ديت اللي بتكون موجودة في بتاع مايكروسوفت وورد. وكمان في بتاع الايه? البراوزر اللي هو مايكروسوفت ايتش. كمان بيقول لي طبعا انا اراجع بقى الجرامر اخطاء الجرامر واخطاء هي باستخدام مايكروسوفت ايدوتور. كمان بيقول لي يعني بيقول لك راعي التحتينات اللي هو بيقترحها عليك مايكروسوفت ايدوتور عشان يحسن او وضوح الكلام بتاعك. الكلام بتاعك يبقى واضح للناس لما تقراه. وانه هو يكون الفورماليتي ان هو الكلام يكون فورمال او يكون رسمي. وكمان او الايجاز. بيكون الكلام مركز على الحاجة اللي انت عايزها بالزبط. عندي في النوت بقى بيقول لي لو انت جيت فتحت مايكروسوفت ايدوتور دي انت ممكن تحصل عليها وممكن تنزلها عندك في مايكروسوفت ايدج من اللي هي بتبقى موجودة اولاين.